يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة يوم تاريخي أيوة يوم تاريخي يوم عظيم في تاريخ كرة القدم المصرية يا عامي كريم بتبلغ ليه من أولها؟ آه ما احنا أصلا ما كناش بنعود مع بعض ما كناش بنسمع بعض ما كناش بنقترح على بعض ولا حتى ولا حتى حد عنده رؤية ولا استراتيجية للمستقبل نهاردة اليوم ده حصل ويبدو ويبدو شوف أنا بختار ألفاظي يبدو أن احنا نسير على الطريق الصحيح هل هل هيبقى طريقي صحيح فعلا؟ هل هنكمل فيه بهدوء وبزكاء؟ هل هنقتنع أن المصلحة واحدة وأنه ما فيش حد ما فيش حد كان مستفيد أبداً أبداً من كل الأضرار اللي لحقت بكرة القدم المصرية طوال السنوات الكثيرة الماضية يعني إيه؟ يعني لا ربطة استفادت ولا التحاد استفاد ولا أندية استفادت كل الأندية ما استفادتش عشان بس أنا عارف الدنيا بتمشي إزاي كل الأندية ما استفادتش من العشوائية اللي احنا كنا عايشين فيها نهاردة الاجتماع اجتماع الرابطة برؤساء الأندية كان اجتماع رائع جداً وطلعونا شوية قرارات تعال أقول لك القرارات وبعد كده ندردش مع بعض شوية قرارات الاجتماع النهاردة التعاقد مع الشركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول دوري نايل في الموسم الجديد الفين أربعة وعشرين الفين خمسة وعشرين وإقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد والدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين كل مجموعة تضم تسع فرق لتصبح عدد الجوالات ستة وعشرين جولة بدلاً من أربعة وثلاثين جولة هبوط فرقين لدور المحترفين بدلاً من ثلاثة وإقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل الفين خمسة وعشرين الفين ستة وعشرين قرأة الموسم الحالي الفين أربعة وعشرين الفين خمسة وعشرين ستقام في الإسبوع الأول من شهر أكتوبر طيب